العراق أكبر من التحديات عنوان لمقال بقلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف المستور حول ما يدور في كواليس العملية السياسية وما يتعرض له من ضغوط وهو يواجه مشاكل البلاد بعد قبوله منصب رئاسة الحكومة الجديدة المقال تضمن مجموعة من التنبيهات أطلقها الكاظمي أمام الشعب قال فيها وجدت خزينة الدولة الشبه خاوية بسبب الفساد الفساد استنزف الثروة التي دخلت خزائن العراق استجبت لتحمل المسئولية معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية ليس بالإمكان المباشرة بأية خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها واجه وعودا متناقضة للكتل في استكمال الحكومة وآذانا غير صاغية في تصحيح المسار البلاد مهددة وأفضل الخيارات التي قد تواجهنا الانحدار للفوضى التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب وبعد كل ذلك عاد الكاظمي ليجدد تأكيده على ضرورة أن يضع الجميع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الثانوية وأن تتظافر جهود الكتل والأحزاب وبتفهم من الشعب لعبور هذه المرحلة مبينا أن لا خيار أمام الجميع سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر وتصفية تريكة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها ومحاربة الفساد المالي والإداري رئيس مجلس الوزراء ذكر الشعب العراقي بمهام حكومته خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي تعهد بتنفيذها قائلا أتعهد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وضمان نزاهتها لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين ومن يقوم بذلك سيقدم للعدالة نؤكد على اتخاذ كل تدابير العاجلة لمواجهة الأزمة المالية والفساد وكورونا استعادة هيبة الدولة وتأكيد السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية المعنية سأمضي بتعهداتي كرد على من نبهني بأنني بلا حزب ولا كتلة تحميني الكاظمي اختار لنفسه طريقا محفوفا بالمخاطر لاستعادة العراق ممن اتفق على تمزيقه معتمدا على مساندة الشعب له كون الأخير دائما وأبدا هو مصدر السلطات ترجمة نانسي قنقر